اليوم الاول من شهر مايو كل عام يحتفل العالم بعيد العمال قلب الامة النابض وعمودها الفقري فهي مناسبة سنوية يعود تاريخها للقرن التاسع عشر وتقام لإحياء ذكرى النضالات والمكاسب التاريخية التي حقها العمال والحركة العمالية فرغم ارتباطه عموما بالحركات اليسارية والعمالية الاحتجاجية الا ان عيد العمال تعد هذه الحركات بمرور الزمن ليصبح رمزا لنضال الطبقة العاملة من اجل حقوقها في عام 1856 كانت الشرارة التي اتصلتت الضوء على مطالبهم بعد ان نجح عمال البيع في مالبون وسيدني الذين عرفوا حينها بحركة الثمانية ساعات بتحقيق مطالبهم بتخفيض ساعات العمل لثمانية ساعات يوميا وكان هذا النجاح فيما بعد حافزا امام ماليين العمال الذين اتخذوا من عمال استراليا قدوة ومثالا يحتذا به وقرروا التظاهر لتحسين اوضاعهم وخاصة في الولايات المتحدة وتحديدا بولايات الشيكاغو التي شادت مظاهرات حاشدة في عام 1886 راحت ضحيتها عشرات العمال لتمر من بعدها السنوات حتى اقرت الولايات المتحدة الاول من مايو يوما لعيد العمال ومن ثم اتباعا اتخذت معظم دول العالم النهج ذاته واصبح الاول من مايو عيدا رسمية للعمال تقديرا لجهودهم وفي بعض الدول يتم اختيار الشهر ذاته مع اختلاف اليوم وفي هذا الاطار قررت مصر في عام 1964 الاول من مايو عطلة الرسمية بهذه المناسبة حيث يلقي رئيس الجمهورية خطابا امام قيادات العمال واتحادات العمال يوجه فيه التحية للعمال في عيدهم اعترافا بدورهم في نهضة الوطن وتقدمه فهم من اهم الركائز التي ترتقي بها الدولة لتتبوأ مكانها في مصاف الدول المتقدمة وتتمكن من تحقيق مجتمع الرفاغية والعدل والسلام الى ذلك اصبح عيد العمال ليس مجرد يوما للاحتفال واجازة رسمية فقط بل فرصة تتجدد كل عام وتحرص النقابات على اقتناصها من اجل تحقيق المزيد من مطالب العمال واحتياجاتهم ترجمة نانسي قنقر